لكن الآن هو كما ذكرت يضع بعض المعالم اليهودية وكذا كيف تظن بعد سنوات بعد خمس أو عشر سنوات هل يصبح تاريخ للصهاينة بما وضعوه بأيديهم؟ هو يريد أن يزرع هذا ويفعل لكن من فضل الله عز وجل عندنا مراكز الدراسات الموجودة في داخل الثمانية وأربعين وموجودة في داخل القدس ومركز المخطوطات وغيره مثبت لكل التاريخ الفلسطيني حتى القرى الفلسطينية حتى المساجد الفلسطينية حتى البيوت الفلسطينية أقول لك إحنا مش عندنا الشعب الفلسطيني حامل مفتاح وبيده نعم يعني المفتاح إيش يعني المفتاح؟ المفتاح هو بيتي صاحب الملك نعم هو تاريخي أنا أسكن في هذا المكان أبن عن جد لذلك هو الآن لما جاءوا قال الترخيص قبل قليل تسألتني وقفزنا عنها هو يعني ماذا يعني بالترخيص والبيوت؟ وليش به دماء؟ هو يقول إن كل من يمتلك هذا البيت قبل الثمانية وأربعين يجب عليها أن يرخص من الاحتلال في أي قانون هذا؟ هذا قانون الغاب يعني عدنا ليها دماء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر